عجت مواقع التواصل أمس بفيديوهات وأخبار حول اقتحام مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان الذي شهد عمليات مداهمة من قبل وحدات من الجيش اللبناني منذ ساعات الصباح الأولى بدعم من القوات الجوية والبحرية بحثا عن أسلحة ومطلوبين وذلك بحسب بيان الجيش طيب واستفاق سكان المخيم عند الساعة الخامسة والنصف فجرا على أصوات الطائرات الحربية وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة وكان ذلك تزامنا مع اقتحام القوات الكبيرة من الجيش بعشرات من الآليات العسكرية ومئات الجنود الملثمين مدعومة من القوات الجوية والبحرية للمخيم من كل الجهات وتسبب ذلك بترويع الأطفال والنساء والشيوخ حسب ما قاله سكان المخيم فقام بعضهم بالتصدي للجيش بإشعال الإطارات ورمي الحجارة على عناصرها بحسب شهود من المخيم تم تحطيم أبواب المنازل واقتحامها بحثا عن المطلوبين لنستمع إلى ما قاله البعض فاتوا بلاشوا مسكوا هكو اللي بودي يا جوا يا أختي مسكوا يدرم فيه يدرم فيه يدرم فيجازي من فوق لتحدي أخلوا شي غير مفتشوا ملاغوا الحمد لله بقال في بلاد مصرة بعد ما خلص قاله ملاغينا شي بقال في البيت والجازي فاتوا نبشوا غرفة النوم ملقواش إشو راحوا على المطبخ لقوا بالله الماسك بنته وقعب المطبخ قال إيه ما بتروح معنا نولعك انتو بنتك وقعت إصابات طفيفة خلال المواجهات وأصيبت امرأة بالرصاص لنستمع في المقابل نشر الجيش اللبناني الصورة أو هذه الصورة للموقوفين وقال في بيان مقتضب نفذت قوة من الجيش بدعم من القوات الجوية والبحرية عمليات دهما في مخيم نهر البارد وأوقفت تسعة مطلوبين بمجب عدة مذكرات توقيف بجرائم ترويج المخدرات وإطلاق النار والقتل كما ضبطت أسلحة حربية الفصائل الفلسطينية في المخيمات أو مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان أدانت عمليات الجيش اللبناني بتلك الطريقة وترويع الأهالي على حد قولها استمعوا لبعض مما ذكر نحن نرفض كل إنسان مسيء في مجتمعنا ونطالب بمحاسبته لكن بالمقابل نرفض الاعتداء على أطفالنا على نسائنا على شيوخنا هذا الترويع اللي حصل صبيحة هذا اليوم لم نشهده في أرض الوطن نحن نربى بالجيش اللبناني الصديق والعزيز واللي إحنا وإياه شاركنا وحدي في الدم للدفاع عن لبنان وعن فلسطين هذه الممارسات التي نرفضها جملة وتفصيلا ولا نجد لها مبررا أما اليوم نظم سكان من المخيم وقفة احتجاجية وسط حالة من الغضب وشهد المخيم المخيم شللا في الحركة التجارية وإقفالا للمدارس والمؤسسات والمحال التجارية وسط تخوفات من وقوع فتنة بين أهالي المخيم والجيش اللبناني واستغلال الحدث وضجت مواقع التواصل بالتعليقات المستنكرة والمرحبة بالعمليات العسكرية في مخيم نهر البارد تعليقا على مجرى فهنا تعليق تغريدة من عبودة يقول فيها هل يستدعي الأمر كل هالطيارات والجيوش كرمال تكمشوا تسعة مطلوبين على قضايا مخدرات وتقويس أو تقويس يعني إطلاق نار بالهواء على الأغلب بعد هالمسرحية يطلعوا هذول التسعة هالني اللي يفتعلوا أزمة لبنان وانهيار الليرة اللبنانية عشان تطلع طلعة الجيش محرزة أما نوها حيدر فتقول نتمنى نشوف الهليكوبتر والدبابات والحشد من العساكر على الناس اللي عم تضرب أر بي جي عبعض يوميا بمختلف المناطق الأخرى وبيزرعوا وبيصنعوا مخدرات بالعلن وعلى عينك يا تاجر بس هوليك بخافوا بمرؤوا من حدهم أو بجيبوا سيرتهم تغريدة ثالثة وأخيرة من أحمد السعيد يقول الله من عنده يحمي الأبطال يلي بنرفع راسنا فيكم الله يكون معكم أو معكم بكل مهماتكم أنتم الأمن والأمام جيشنا اللبناني أملنا الوحيد